اشتركوا في القناة ومقاولاتية كما سيكون لنا أيضا مشاهدين حديث في الجزء الثاني عن تطورات في غزة في اليوم الرابع والاربعين من العدوان الصهيوني وأيضا تأثر الجالية بهذه التطورات وارتدادها عليها ألقاكم بعد الفاصل وللحديث أكثر مشاهدين حول الموضوعين أسعدوا إياكم باستضافة الأستاذ يوسف بوعد رئيس الجمعية التضامنية الجزائرية في الخارج مرحبا بك سيوسف مساء الخير وتحية لكل الشعب الجزائري ونهنيه بفوز الفريق الوطني اليوم في المقابلات تصفيات كاس الأم مرحبا بك كما أسعدوا إياكم مشاهدين الكرام باستضافة الكاتب والإعلامي سيوسف الدين قدس سيوسف الدين مرحبا بك شكرا جزيلا لاستضافة وتحية لجميع المشاهدين والإضافة الكريم بداية ضيوفي الكرام كما قلت في المقادمة خلينا نبدأ من عندك سيوسف بوعبون بمناسبة إنعقاد أسبوع المقاولاتية هنا في الجزائر كانت هناك كلمة خلينا نقول لرئيس الجمهورية بالمناسبة وذكر مرة أخرى وجدد على ضرورة إدماج الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج في المسعى الحكومي الرسمي لبعث الاقتصاد وبصريح العبارة هو خلينا نقول لك حتى قال بأن سياسة تهميش التي تعرضت لها الجالية انتهت بالنسبة لكم في الجالية الجزائرية خلينا نقول دايما نربط الجالية الجزائرية عادة ربما ما يعاب علينا أن نحصرها في فرنسا فقط ولكن أنتم ناطق بلسان حال الجالية في فرنسا كيف استقبلتم هذا الكلام إحنا إذا تكلمنا عن الجالية لازم نقولوا بأن الجالية جزء لا يتجزأ من هذا الوطن والتاريخ أثبت ذلك منذ قدوم عبد المجيد الرئيس عبد المجيد تبهون وكلها إيجابيات لأن هناك أشياء تحقت وهناك أشياء مع الوقت رح تتحقق يعرف بأن قيمة الجالية في دعم الاقتصاد الوطني مهم يعرف بأن الجالية قادرة دعم حتى السياحة الداخلية مهم والقرار اللي سمعناه الجالية فرحت له لكن اليوم القرار السياسي لازم يتوافق مع قرارات أخرى وهي كيف نضم هذه الجالية أو نخلق هذه الجزر اللي يخلق التعاون الفعلي والأساسي لإنشاط الاقتصاد الوطني ونقل يمكن الخبرات الجزائرية في الخارج للداخل الخبرة العلمية الخبرة التجربية والخبرة المالية اليوم كل القرارات اللي اتخذت من الحكومة تبقى قرارات مهمة لكن في التنفيذ هناك آليات وميكانيزميات لازم تكون موجودة وترافق هذه القرارات إذا تكلمنا عن القرار الاقتصادي ودمج الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لازم نتكلمه على محور هام ومهم وهو كيف يكون تحويل الأموال للجزائريين في الخارج علما إذا عرفنا اليوم للساعة هذه الجزائر لا تمتلك بنوك جزائرية في فرنسا ولا وين موجودة الجالية خاصة بفرنسا في أوروبا في أمريكا الشمالية لازم نرافق قرارات الرئيس بقرارات سيادية لتخلق أول شيء الثقة بين أفراد الجالية والوطن وتخلق أيضا ميكانيزمية ومنهاجية في نقل هذه الهبات التقنية والعلمية والمالية بطريقة أسهل شفنا مؤخرا شفنا بأن هناك تغيير في القناصلة وفي السفراء وحسنا بأن هناك جدية والاقتراب بالمواطن لخلق دايما نقوله لخلق الثقة لأن اليوم الثقة في الجالية وخاصة قلنا بقال الرئيس عبد المجيد تبون بأن هذه الجالية همشت لأسباب متعددة لكن هذه الجالية كانت دايما وقفة مع الجزائر في كل المحن وخاصة قبل الاستقلال نذكره 17 أكتوبر 1961 ونقوله بعد الاستقلال صندوق تضامن 1963 وضع الزلزال أصنام زلزال بومرداس مشكل كوفيد الجالية كانت دايما وقفة وحتى في الانتخابات الجالية كانت دايما سباقة للانتخابات في العشرية السوداء الجالية كانت خرجت وانتخبت عندها بصمتها في التاريخ الجزائري منذ الاستقلال اليوم ناخدوا هذه الجالية بجدية وناخدوها في مشروع لأنه إذا قررنا الجالية الجزائرية نتكلم على فرنسا بحكم راني في فرنسا لما إذا قررنا الجالية الجزائرية بعددها بعدد النخب اللي عندها ونقارنوها مع الجاليات لدول جوار نلقاوا بأن الجاليات الأخرى نجحت واستطعت أن تبصم الاقتصاد الداخلي بعدد أشياء نعم واضح سي يوسف في الوقت اللي نشوفه بأن الجالية الجزائرية الكبيرة تبقى مجرد عدد مجرد عدد لم تستفد منه الجزائر اللي حدى اليوم واضح سي في الدين قد دار اسمات سي يوسف ربما كما قلت هو ناطق بلسان جزء من جالياتنا الوطنية بالمقابل من ذلك حتى وزير الخارجية سيد أحباد عطاف من لندن قال بأنه الرئيس عبد المجد تبون أدخل هو سماها تغييرات هيكلية في ملف الجالية وهذا يعني تطبيقا لالتزاماته من جملة الالتزامات اللي جاء بها في برنامجه الانتقابي وإعادة ربط الجالية بما يحدث في الوطن كونها جزء ليتجزأ من الشعب الجزائري طبعا الجالية هي جزء ليتجزأ من الشعب الجزائري وهي ربما في ظروفها وفي وضعيتها تشكل بشكل أو بآخر جسرا لنقل المعرفة ولنقل الموال ولنقل التكنولوجيا وللمساهمة في إقلاع الجزائر اقتصاديا ودعم التحول الاقتصادي المنشود في البلاد وبالتالي فإن الجالية فيها خامات فكرية وخامات فنية من ناحية التقنيين الذين لديهم قدرات من ناحية المهنية يمكن أن يساهموا بشكل أو بآخر في دعم التحول الاقتصادي المنشود في الجزائر نحن كما نعرف كجزائريين البلد بشكل أو بآخر يعتبر محطة وقود لأوروبا والجزائر بحاجة اليوم إلى تحريك الديناميات الاقتصادية وبناء صناعة وطنية حقيقية دعم الإنتاج الفلاحي تطوير مستوى الخدمات في الجزائر تعزيز إمكانيات البلاد الاستراتيجية لتصبح الجزائر دولة فعلا فاعلة في شمال إفريقيا أن تستغل المقدرات الوطنية داخل البلاد لا خارجها وأن يساهم الجزائريون في مختلف دول العالم بشكل أو بآخر في نهضة وارتفاع مستوى بلدهم الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي والثقافي لأن اسم الجزائر للأسف غيب والجزائر للأسف في تسعين القرن الماضي ربط اسمها بهمجية الإرهاب ولا بيربط اسمها بالثقافة أو الفكر أو الأخلاق أو القيام التي يتحل بها الشعب الجزائري ونحن اليوم بشكل أو بآخر بحاجة لتسويق إلى الجزائر جديدة إلى جزائر بمنظور أفضل إلى جزائر يمكن أن تساهم أو تكون دولة فاعلة في النسق الدولي وبشكل أو بآخر الجالية هناك مئات الألف من الطلب الجزائريين الموجودين في الجامعات الغربية وهؤلاء يجب أن يستغلوا لدعم حركة اقتصاد الوطني ويجب بناء حاضنة في داخل البلاد في القطاعات الاستراتيجية الصناعية والفلاحية لتصبح الجزائر من خلال الخامات الرخيصة المتوفرة فيها أرضا خصبة لاستعاب هذه الإمكانيات وهذه القدرات من الدياسبورة الجزائرية الموجودة في الخارج وخلال أسبوع المقاولتية الذي عقد في الجزائر احتفاءا بأسبوع العالمي المقاولتية حضرت أيضا جمعية موجودة في الخارج تسمى جاسبورة لبناء منصات أو جسور بين الشعب الجزائري أو المواهب الجزائرية وبين النخب أو القدرات الموجودة في الخارج لإحداث التعاون والتلاقح الفكري والمساهمة بشكل أو بآخر في بناء الجسور الحقيقية التي تساهم في بعث الجزائر اقتصاديين وتطويرها ويجب أن نستفيد في هذا السياق من النماذج لأنه التحول الاقتصادي مثلا الذي حدث في الصين أن أثناء ما أطلقه دينك شياو بينك رائد الإصلاع والانفتاح في الصين أرسل من خلال هيئة الابتعاد الصينية الرسمية التابعة الحكومية حوالي 5 ملايين طالب صيني إلى الدول الغربية والأوروبية لكي يكونوا هم الوقود الحيوي لجذب المعرفة والتكنولوجيا والمساهمة في أن تصبح الصين اليوم مصنع العالم ويصبح التحول الاقتصادي والتكنولوجي والعاشري الحادث في الصين اليوم حديث العالمي أجمع وضح سيسي في الدين قدس يوسف بعبون عطفا على كلام سيسي في الدين ربما اليوم تكلم على نقطة مهمة وهي تغير التركيبة البشرية للجالية الجزائرية أو حتى التركيبة الفكرية للجالية الجزائرية اليوم الجالية الجزائرية بايش نفسها الجالية الستينات أو السبعينات أو حتى الخمسينات كانوا غالبيتهم هم مهاجرين وعمل في مصانع نعرفوا ظروفهم أنا داك أو حتى في الثمانينات وتسعينات كانت أغربهم بين قوسين حراقى هاربين من وضع أمني اليوم الجالية تركبتها البشرية فيها طالبة جزائرين طلعوا منها من الجزائر هناك أطبة هناك حتى جيل ثالث من الجزائرين أبناء المهاجرين جيل رابع خلينا نقول تركيب البشرية تغيرت وبالتالي حتى قوة الجالية اليوم تغيرت الجالية 2023 أكثر قوة أكثر ابتكار يجب نربطوها فعليا وليس فقط بالكلام مع الوطن نقول بأن الجالية بنك وخزان للثروة والمعلومة ويمكن نخلق ميكانيزم جديد اللي نقدره نربطه هذا الكم الهائل من نوعية الجزائري لأن الجزائري يختص بنوعية خاصة وخاصة وحبه للوطن حب الاقتراح حب خلق الثروة اليوم إذا قلنا حبينا نظموا هذه الجالية لازم نظمها في مشروع لأن الجاليات الأخرى نشحت لأن الدول رافقتها في مشروع تكوين الجالية كل المباذرات اللي كانت قبل باقت للفشل لأن يمكن الذولة في هذا الوقت ما شفتهاش وما حاولتش تنظمها لظروف خاصة لكن اليوم الفضاء السياسي إيجابي ونقول على الجالية لازم نخرجوا من الأنانية والحزد والبغض بينتنا باش نقدروا نخلقوا يوكين بزيوت جديد اللي راح يرافق الجزائر الجديدة سي يوسف في هذه القضية بالذات هل على الجالية أن تسمع صوتها أم على الدولة أنها تتنقل أم يتلاقوا في نصف الطريق أظل بأن الجالية جاهزة وتطلب من الدولة يمكن المرافقة في خلق مشروع جديد لأن خلق مشروع جالية بـ 8 ملايين جزائري لازم له إمكانيات مادية إمكانيات مقرات استراتيجية لأنه لا يمكن أن يقول لهم أن يذهب إلى المشروع الجالية بدون استراتيجية الجزائر تمتلك تملك عدة مقرات شاغرة فرغة تابعا للدولة الجزائرية تمتلك أملاك أملاك كبيرة في فرنسا ونلقوا الجالية مستعدة للعمل ومرافقة حتى الحكومة في عدة اقتراحات بالنسبة للجالية لكن الويفي يمكن التوافق غير موجود إما عن يمكن أن نقول النواب والليرام يمثلوا هذه الجالية غايبين وبعيدين على الحقيقة الموجودة في الواقع إما نقوله بأن الأنانية خلقت يمكن شوية من الفراغ وخلت المبادرة تموت لأن روح المبادرة إذا ما تلقاتش كل التكفل وكل الإمكانيات راتموت نقول بأن الجزائر جال وقت المناسب للتفكير بجدية في مشروع مدان الرئيس عبد المجيد التبون افتح عدة مشاريع للجالية ووفق فيها في مشروعه نذكر بأن الدولة الوحيدة في العالم لتنقل الجثامين مجانا هي الجزائر واضح سي سيف الدين قداش قضية التنظيم قضية مهمة تكلم عليها سي يوسف بابون رئيس جمهورية ربما اسمع لهذه القضية وفهمها واستوعبها شفنا حتى يوم الخميس من خلال كلامه مع أحد رواد المشاريع من جاليتنا في الخارج وقال بأنه رح يطلب من الوزير الأول عقد جلسات وطنية ديزاسيس يعني تخصص للجالية في كل القطاعات يعني خلينا نقول في دروت يعني بدات الخطوة اللولة تكون عن طريق الجالسات نستمع وربما نخرج بورقة طريق يمكن تطبيقها طبعا منذ وصول سيد رئيس الجمهورية إلى سلطة تم تحويل وزارة الخارجية من وزارة الشؤول الخارجية إلى وزارة الشؤول الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج وبالتالي هناك اهتمام استراتيجي بهذه الجالية الرئيس أيضا وجه باهتمام المصالح الدبلوماسية والقنصرية باحتياجات ومطالب الجزائرين وتسهيل الخدمات القنصرية والدبلوماسية المقدمة إليهم طبعا هذه توصيات وينبغي أن ننظر هل تطبقت أم لا تطبق أمام الكثير من التباطئ الإداري والتحايل إن صح التعبير بين الشولتين وبالتالي فإن التوجيه الرئاسي والإلحاح الرئاسي في هذا السياق على ضرورة الاعتناء بالجالية من ناحية الاقتصادية والتكنولوجيا والمساهمة في الجالب المقاولات هذا يصبح في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني وأيضا دمج الجزائريين لأنه كثير من الجزائريين وكثير من الجزائريات الموجودين في الخارج يجبروا بشكل أو بآخر أن يغادروا بلادهم بحثا عن كرامة العيش وبحثا عن الأمان وبحثا عن المعرفة وبحثا عن ربما التكوين الفني والمهني وبالتالي هم بشكل أو بأخر سيعودون إلى الأرض التي نشأوا فيها لأنه ليس من المنطقي أن تنشأ في أرضك وربما تفرض عليك الظروف تتمنى أن تعيش في بلادك وتعيش في أرض أجدادك لليوم الجزائر بحاجة إلى تطوير اقتصادها إلى تعزيز نموها لأنها يجب أن تحتضن جزائري الداخل وأيضا جزائري الخارج لكي يصبحوا بشكل أو بآخر من الفاعلين من المساهمين في نموها وترقيتها وبالتالي فإن رؤية السلطات العليا بإيزاء تنظيم هذه الملقاءات وغيرها هي فتح مجال اتصالي وتطوير ربما الأفكار الثنائية وجعلها أكثر في جانبها أكثر إثمارا وأكثر مسامة في تعزيز التحول الاقتصادي المنشود اليوم الجزائر بحاجة إلى كل الطاقات والطاقات التي يجب أن ترضع في مكانها ويجب أن تحتضن ويجب أن تساهم ويجب أن تساعد في تنمية هذه البلاد لأن التضحيات الجسيمة التي قدمها أباؤنا وأجدادنا ليتحي الجزائر ويرتفع عالم الجمهورية ويرتفع اسم الجزائر في الممتحدة وفي العالم أجمع تستحق من خلال هذه البلاد أيضا أن تتطور وتنمو وأن يعيش فيها الشعب الجزائري أيضا بعزة وكرامة كما كان يشدها الأباء والأجداد وضح سيف الدين قداش ضيوفي الكرام نأخذ فاصل قصير ثم نسمع لك بعد الفاصل قصير سي يوسف بعبون شاهدنا الكرام فاصل قصير ثم نواصل بقوا معنا لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من حصتكم شارع السياسة سي يوسف بعبون خلينا نرجع لك كانت تكلم سيف الدين قداش قبل الفاصل على نقطة مهمة وغي قضية الجلسات لأمر رئيس الجمهورية بعقدها من أجل ربط الجالية بالوطن والاستماع إليها ونخرج بورقة طارق تنفذ ولكن في المقابل اليوم خلينا نقول كل عائلة جزائرية عندها شخص في الجالية وخلينا نقول نعرف مشاكل الجاليتنا اليوم ما يمكنش أنه نتكلم على جزائر يمقين في الخارج حامل لي مشروع حامل لي استثمار ولكن في الآخر يروح يشبط باسبور يلقى مشاكل في القنصلية يجي باش يدخل للجزائر ما يلقاش تذكاره لا في إيرالجيري ولا في لاكنان يعني مع الآخر حتى هذا ما يعرف بالنخبة في جاليتنا حي يلقى نفسه أمام مشاكل خلينا نقول بدائية جاوزها الزمن وفي مشاكل جانبيات خليه يقول أنه لن نروح للجزائر نستثمر فالتذكاره ما نقدرش نجيبها فما بالك نستثمر في بلادي نقول بأنه إذا كانت الإرادة السياسية وما كانش إيجابيات في السلوكيات الماضية عامل ثقة ما يكونش نعطيك مثال اليوم في 2023 في نهاية السنة 2023 معاناة كبيرة لإقتناء ثذكارة للدخول للوطن وهذا حق أي جزائري في الخارج اليوم عندنا مشكلة في الشركة البحرية لنقل المسافرين مشاكل كبيرة في الوسيستام في الحجز مشاكل كبيرة اللي راي يعيشها المواطن الجزائري من غير المعقول مواطن الجزائري لازم يستنى يمكن خمس ساعات باش يشتري التذكرة في الباخرة من غير المعقول تروح تستنى في 2023 ومن بعد نقوله بأن هناك مشروع كبير اللي راح يلم الجالية إذا احنا ما استطعناش نحلو المشاكل البسيطة للدولة الجزائرية وهو النقل إعادة هيكلة الأسعار إعادة هيكلة هذه الجالية لازم نعرفوش حال عنا من طبيب ما نقدروش نروحو لجالسات ووارشات باش نخلقوا مشروع الجزائر الجديدة بالنسبة للجالية كان في 2008 كان هناك قرار إنشاء المجلس الأعلى للجالية اللي كان في 45 يمكن منتخب اللي هم اللي يرفقوا الحكومة في قرارة كل ما يخص الجالية إذا كانت الإدارة في الإرادة السياسية لعبد المجيد تبون والحكومة المقبلة إن شاء الله نقولوا بأن هذه الإرادة لازم توافقها في مشروع الجالية الناس من الجالية ويعرفوا مشاكل الجالية باش نرفعوا التحدي ونجووا للجزائر جديدة اللي نقدروا ندعموا الاقتصاد قلت بأن الجزائر بالنسبة اقتصاديا ما نقدروش نوافقوا الجالية في مشاريع إذا هذا الإنسان البسيط باش يسحب تذكرة أو جواز صفر أو استعلامات بالنسبة للإستثمار ما عندوش اللي يقابلوا ولا ما عندوش اللي يسهلوا هذه الأشياء نبقوا دايما إلا في الإرادة السياسية إيجابية نلقوا دايما نقولوا بأن هناك هناك وعي هناك يمكن تفكير في مشروع لكن في القرار الأساسي والحتمي نقولوا بأن نعيدوا نفس السنوات ونفس الأشياء نحن على ست شهور موسم صيفي هل الجزائر مستعدة باش تكون في مستوى الشركات الأجنبية اللي رأيت نفس هذه الشركات هل الجزائر مستعدة باش نقولوا بأن الرئيس عبد المجيد تبون عنده الإرادة وخذ قرارات بالنسبة للتخفيضات التذكر لكن ما يدخلوش في المشروع الحقاني بتاع الجالية اللي تقدر تخلق منه جبهة خارجية قوية اللي تدفع الوطن وتحمي الوطن والدعم الوطن اقتصادياً في الأخير لما تسمع الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية وحتى الحكومة خلينا نقول هو خطاب يرتفع بسقف الطموح ودرجة الاستفادة من الجالية ولكن لو نرجع إلى الممارسات نشوفه في المقابل حتى على المستوى الدبلوماسي خلينا نقول ليعتني بالجالية هناك عقلية تقاوم التغيير أيضاً لما نشوفه مثل هذه المشاكل في القصيات أو حتى هناك شيء ما خلل ما يحاول كبح هذا التغيير اللي تنتظر الجالية أولاً سيدي الكريم بالنسبة لرفع سقف المطامح بإزاء هذا الجانب يجب أن نتكلم عن جانب مهم جداً صحيح يجب أن نصبه إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الكبرى ولكن هذه الأهداف في حاجة إلى آليات وأيضاً إلى أدوات رقابية في إطار تنفيذها لا يمكن أن نتكلم عن إدارة قوية وعصرية وفاعلة دون أن نجد آليات فاعلة تتعلق بتنفيذ الإدارة بمفهوم الحداثي الغربي الذي أسس له بيتر داركر وفق إدارة الإدارة وفق الأهداف اليوم النموذج المتعلق بإدارة الإدارة يجب أن يرتقي إلى مفهوم العصرنا نحن اليوم للأسف ليس فقط على مستوى الجانية ولكن على مستوى الإدارات الجزائرية بل على مستوى إدارات البلديات أعتقد أنني عندما أمر على بعض البلديات حتى في الجزائر العاصمة أحس بأنها بدائية وليس لها علاقة أصلاً بالعصر أو بالتكنولوجيا أو بالحداثة أو حتى باحترام المواطنين في الأساس وبالتالي يجب أن نراجع ديناميات عمل الإدارة العمومية ككل ويجب أن نراجع أيضاً عمل الإدارة في الخارج ويجب أن يتعامل الموظف العمومي بإزاء المواطن الجزائري أو المواطن المقيم بالخارج على أنه شخص محترم جداً ويجب العناية به وحتى إذا اقتضى الأمر مراجعة هذا الأمر متعلق بالخدمة لأنه طلب وثيقة سواء من موثق عمومي يتحصل على أموال طائلة وموثق أو ربما عامل في البلدية يجب أن نراجع الأعباء لسنا في زمن السبعينات أو الستينات يجب أن ننظر أيضاً إلى الديناميات المتحكمة في العمل الإداري ولا نقتصر الأمر على الخزينة العمومية يجب أن نطور الآليات يجب أن يعرف المواطن أن الوثيقة هذه لديها تكلفة وأن هذا الموظف أيضاً لديه تكلفة وأنه يجب أن يختصر الوقت ويختصر المجهود ويقوم بأعمال جادة وفي نفس النسق الموظف يجب أن يقدم خدمة ويحس بأنه أيضاً جزء من العملية الاقتصادية والخدماتية المجتمعية وبالتالي يجب أن تضرب الدولة بيد من حديد من ناحية الرقابة لأنه بدون أن تراقب البلديات وبدون أن تراقب الإدارات وبدون أن تراقب القنصليات وبدون أن يكون لديك رقم أخضر تابع الوزارة الداخلية ترفع إليه الشكاوى وتقيم الإشكاليات والانشغالات دورياً وتحاول أن تحسن الخدمة كما تحسن مختلف الخدمات القطاع الخاص لا يمكن أن ترضي المواطن أو تصل إلى مرحلة من الإنجاز الفعلي والعمليات في هذا السيام سيفتين قداش فقط في هذه القضية بدأت لأننا نتكلم عن الخدمات القنصولية لما تشوف أنت الآن قنصولية في مدريد أو باريس أو حتى في سيون ما زالت تخدم بالرجيس نظن بأنه المشكلة في القنصولية وليس في الدولة اللي راهي فيها المشكلة فيه نحن أكيد المشكلة في القنصولية لأنه لو كان كل مسؤولية أو كل مسؤول مسؤول على مستوى المسؤولية التعوي وليس مباشرة رئيس الجمهورية يجب أن يحرص أو يجب أن يقف أو يجب أن يوجه المسؤول عندما تكون هناك مسؤولية شخصية هناك ديناميكية عمل البعض يعتقد بأنه موجود في المسؤولية لكي تدفع له الدولة الجزائرية راتب لا أكثر ولا أقل دون أن يقدم إضافة نوعية من ناحية الخدمة العمومية هذا انعدام للمسؤولية وهذا انعدام للدينامية حتى بعض الممثليات الجزائرية تسيء للجزائر في الخارج وبالتالي فصحيح أنه لا يمكن للدولة أن تعطيها لهذا الشخص نصائح وكان المفروض أن يكون في هذا المستوى ولكن للأسف نحن مضطرون بشكل أو بآخر أن نمارس الأبوية السلطوية ويجب أن تكون هناك هيئات رقابية ويجب أن تأخذ تقارير على أساسها يزكى الفاعلون ويحط أو يوضع النائمون في مواضعهم وبالتالي يرتفع العامل والمجتهد ويوضع الخامل والنائم واضح سيسف الدين قدرس سيسف أبون اتفقنا قبل قليل قلنا بأن تركيبة الجالية اليوم الفكريات غيرت اليوم إشكالية من يمثل الجالية هل نظن بأنه بالنظر لتطور هذه التركيبة لازم نجوزوا هذه القضية والجالية تنظموا وحيكونوا عندها آليات باختصار حتى تنمروا الموضوع نتني نقول بأن بالنسبة للقنصوليات وبالنسبة للعمل الدبلوماسي يمكن هناك مشكلة ذهنيات ذهنيات ورثناها من الماضي قلنا بأن التركيبة تركيبة المجتمع الجالية تغيرت ولازم حتى التركيبة الدبلوماسية تغيرت وتنضبط تنضبط حسب المعايير المجتمع الجالية الجزائرية في الخارج تمثلها نعطيك مثال بسيط إحنا إذا قلنا إلى مارسيليا نشوفوا بأن هناك تغيير لأن جاءنا قنص الجديد قنص العام هناك تغيير هناك إرادة لكن استنوا باش نحكموا على الإنسان هل هناك نية خالصة للعمل ولا لا هناك إرادة لتوحيد المجتمع الجالية هناك إرادة لخلق مشروع هناك هناك بوادر خير نقوله نحن نهضر على مارسي هناك بوادر هناك تحركات لكن الجالية إذا حبينا تنجح في مشروعة لازم أن نستشير أهل البيت نرمو البيت بأهله الجالية لازم ترمم بالقدرات متاعها وبالوجه الجديد ليمت الجالية في الخارج نجاح الجالية في الخارج هو نجاح الوطن جبهة خارجية قوية تساوي جبهة داخلية قوية اليوم باش الجالية تدافع الوطن لازم الوطن يمشي معها في مشروع أكيد في الكرام ربما الحدث أيضا